تقول عندي جدي كبير في السن ما يمر يوم إلا ويلعن حاولنا معه ما استطعنا عليه ما يترك اللعن ماذا نعمل معه يا أم محمد من اليمن بارك الله فيك أنتم نصحتوه ووعظتوه وذكرتوه وخوفتوه وقلتوه للعن هذا ما يجوز وأصر على ذلك لا تملكون له من الله شيئا لا تملكون له من الله شيئا ما باقي إلا الدعاء له أدعو له الله أن الله عز وجل ينجيه من هذا الذنب العظيم فاللعن هذا والعياذ بالله من كبائر الذنوب ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس المؤمن أو المسلم باللعان ولا الطعان ويقول النبي عليه الصلاة والسلام اللعانون أو اللعانين والطعان لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيام هذا اللي يلعن والعياذ بالله لا يكون شفيع ولا شهيد يوم القيام و الإنسان إذا لعن شيئا هذه اللعنة تصعد إلى السماء تصعد إلى السماء فإذا غلقت أبواب السماء أمامها ذهبت يمينا ثم تذهب شمال ثم تنزل فإذا استحقها الذي وجهت إليه اللعنة استحقها و إلا رجعت على قائلها أسأل الله العافية و السلام و الله ناذى الحديث مخيف مخيف يعني جدك يمكن يلعن نفسه هو باليوم مرات و الآن يلعن الآخرين لكن ترجع اللعنة عليه اللعنة ترجع عليه فذكريه بالله و خوثيه بالله و قوليه اتق الله خاف الله عز وجل في نفسك هذا الأمر غاية في الخطور المسلم ليس باللعان و لا بالطعان النبي صلى الله عليه وسلم لما لعنت امرأة ناقة ناقة لعنتها قال لا تصحبنا ناقة ملعون وهي ناقة 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 هذه الجمل أو الناقة لما لعنتها قال لا تصحبنا ناقة ملعون كيف جدك يلعن بشر و يلعن المسلمين فذكريه خوفي ما استجاب الله يعين على العقاب يوم القيامة